أننا قد مسنا الضر وتقطعت بن السبن في بلد البراسة ليس هنا في مبنى السفارة اليمنية بالرباط للاعتصام فقط من لجأ لها بعد أن باتوا بلا مأوى فوعود تسليم المستحقات للطلاب اليمنيين التي أطلقها وزير الخارجية في الأول من سبتمبر من العام الماضي لم تغير من حالهم شيئا إذ ما يزالون بلا مستحقات وعجزوا عن تسديد الإيجارات وتعذر عليهم توفير احتياجاتهم سنة كاملة بدون أربعة بدون مستحقات الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في المغرب أعلنوا عن اعتصام مفتوح يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة وتصحيح أوضاع الطلاب المنزلين وكذا طالبوا بمساعدات مالية لمن لا منح لهم وتضررت أوضاعهم المعيشية بسبب الحرب وكذا توعدوا بتصعيد في حال لم تحقق مطالبهم الطلاب المبتعثون في الولايات المتحدة الأمريكية والهند أيضاً كانوا قد نظموا وقفات احتجاجية أواخر الشهر الماضي للمطالبة بالحقوق ذاتها فيما لا يزال الطلاب المبتعثون في مصر والتركيا وباكستان والسودان والصين بانتظار تحقيق الوعود وتسليم المستحقات المتأخرة بعد أن أضيف لها مستحقات هذا العام آملين أن لا يضطروا للانصراف عن الاهتمام بالتحصيل العلمي لبحث حقوقهم المسلوبة تأتي هذه الخطوات ضمن خطوات تصعيدية قادمة ترجمة نانسي قنقر